بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مدى نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نور لا ينقطع عنا ونور صلى الله عليه وسلم نور بيتغلغل في حياتنا كلها واللي يعيش مع أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في حياة مختلفة هو ده اللي يعيش في الحياة الطيبة هو ده اللي ممكن نقول عليه أن حياته تجددت بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي مش بس طب القلوب ودواءها ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اكسير الحياة أنواره وبركته هي أعظم هبة ربنا سبحانه وتعالى منع بها على البشر سيدنا الإمام الشفعي يقول عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ما فيش خير في الدنيا والآخرة ولا في نعمة بنعيشها في الدنيا والآخرة إلا سببها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده إحنا هنعيش في أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما حديث من جوامع كلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من جوامع كلمه يعني من أحديث اللي بتجمع الخير من أطرافه سيدنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله سبحانه وتعالى غناه في قلبه وجمع له شمله الله وآتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله سبحانه وتعالى فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له نقول الحديث مرة تانية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بن مالك وسيدنا أنس خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيسمع من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوقات المختلفة الدرر مجوامع الكلم اسمعوا هذا الحديث مرة تانية بأذان قلوبكم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة راغمة يعني غزب عنها ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه قدامه على طول وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له لازم نفرق تفريق واضح وإحنا بنفس مع الحديث ده وبنفهم الحديث ده ما بين حاجتين اختلطت في الفترة الأخيرة وخاصة في خواتيم القرن العشرين واستمرت معانا في التدين الكمي ما بين مفهومين ما بين حب الدنيا وحب الحياة الحديث هنا بيتكلم على تفريقة واضحة ما بين الكلام عن الدنيا والكلام عن الحياة لما تعرف إن الكلام عن الآخرة كلام عن الحياة يبقى تعرف ليه الكلام هنا جيه بالمقارنة ما بين الآخرة وما بين الدنيا الحديث هنا مش بيقول لنا ما تحبوش الحياة وإنما بيقول لنا بلاش يكون عندكم انشغال دائم بأمور الدنيا على حساب الأمور الكبرى أمور الدنيا يعني إيه وكأن الحديث بيقول لنا اوعى تحول الوسائل إلى غايات الدنيا دي وسيلة للآخرة الدنيا دي وسيلة زي الأدوات وسائل للمعاني الكبرى زي السلوك وسيلة للتحقيق القيم في حياتنا يبقى لازم الوسيلة تفضل وسيلة والقيمة هي الهدف والغاية والمراد الآخرة هي قيمة في حياتنا الآخرة مش زمن بننتظر إن احنا نروح له الآخرة هي القيم والأخلاق والحياة هو ده المعنى فلذلك الآخرة هي اللي بتشغل كل الأمور الكبرى والجميلة واللي بتخلق في حياتنا حالة من حالات الوصل بالجميل سبحانه وتعالى وعشان كده لازم نفهم ده في ظل قوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا ايه هو نصيب من الدنيا؟ أن الدنيا وسيلة للآخرة وعشان كده لازم احنا نفرق ما الشيء الذي نحبه الآخرة وعشان بنحب الآخرة يبقى لازم نحب الحياة لأن احنا حياتنا في حياة أولى وهي التي نعيشها الآن ثم حياة ثانية وهي حياة البرزق ثم حياة آخرة وهي حياة البقاء والأبدية وهي الحياة الآخرة طب إيه اللي حاصل؟ يبقى لازم نفهم معنى من كانت الآخرة همه أنه مش المقصود يوم القيامة هو اللي شغله المقصود القيامة والحساب بس إنما المقصود أنه ينشغل بما ينفعه في الحياة ينشغل بإيه؟ من كانت الدنيا همه يعني يكون مركز على المقاصد الثلاثة من الحياة العبادة والعمران والتسكية يبقى هو يركز على إيه؟ على كل شيء ينفعه في الآخرة إيه أكتر شيء ينفعه في الآخرة؟ العبادة والعمران والتسكية وعشان كده ينشغل بالأمور التي تجعل آخرته عامرة ويكون ده حج لي مش حج على الله ولكن حج لي بمعنى سند يقدمه لمولانا سبحانه وتعالى أنه كان يحب الله لكي يدخله الله جنة المحبوبين وعشان كده الجنة فيها منابر من نور بيكون عليها المتحبون في جلال الله وعشان كده هو بيقدم أعماله الصالحة كسند للدليل على أنه يحب الله وإحنا مش هنقدر نفهم معنى من كانت الدنيا من كانت الآخرة همه إلا لما نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيقول فيه للصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا ما لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ده حلو أوده بس الله استنى ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فإن يحصل فيعطى هذا من حسناتي ويعطى هذا من حسناتي فإذا فنيت حسناته قال أن يقضى عليه قبل أن يقضى عليه يعني قبل أن يحكم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار آه يعني اللهم الآخرة لازم ما يكونش من المفلسين لازم يكون عنده عمل صالح بيحصنه بيحصنه من الظلم والكلام في عراض الناس ولو تأمننا هذه الأشياء الخمسة اللي ذكرت هتلاقيها بتمر على المقاصد الخمسة فإن اللي حاصل عمل فعل ينقص من حفاظه على المقاصد الخمسة اللي هي في الحقيقة بتحقق المقاصد الثلاثة اللي هي العبادة والعمران والتسكية يبقى من كانت الآخرة همه يبقى اللي بيراقب ربنا بيراقب ربنا فيه فيعيش بأفعاله عابد ويعيش بأفعاله معمر ويعيش بأفعاله بيزكي نفسه فإن اللي يحصل فتكون أفعاله باب من أبواب الرضع باب من أبواب الدخول على رضع الله سبحانه وتعالى وعشان كده يبقى كده فهمنا يعني ايه من كانت الدنيا من كانت الآخرة همه علشان كده جبنا الحديث ده بعد ما اتكلمنا عن حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فانشغالك بما يعنيك هو انشغالك بالآخرة قصدي انشغالك بما يعود بالنفع عليك من عبادة وعمرا وتسكية ده معناه ان انت منشغل بما يعنيك يعنيك الآخرة يعني يعنيك ما يبقى نفعه بس مش في حياتك دي ده كمان يمتد نفعه إلى الحياة الآخرة طيب اللي كانت الآخرة أهمه ايه اللي يحصلوا يعني ما بعض الناس يقولوا احنا هنأجل بقى اللي انت هتحصلوا ده في الآخرة يعني ما احنا عايزين وكلام الناس اللي هو في الحقيقة في الحقيقة بيبين ان هم مش عايشين مع الله سبحانه تعالى في حضرة مولاه يقولوا حيني النهار ده ومين وقتني بكرة انا يا سيدي لسه انتظر للآخرة ايه اللي هيحصله الانسان اللي هو الآخرة همه في الدنيا قبل الآخرة اول حاجة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هيحصل حاجات مهمة جدا جعل الله سبحانه تعالى غيناه في قلبي يعني ايه يبقى من أصحاب الرضا وإيه اللي يحصل الكلام الحاجات القليلة تزيد في ايديه ويبقى هو حاسس بنعمة ربنا طول الوقت عشان كده يحس ان هو في امان وعشان نتحقق بحديث رسول الله سلم جعل غناه في قلبي لازم نشوف حديث رسول الله سلم ليس الغنى عن كسرة العرض وإنما الغنى غنى القلب يعني ايه غنى القلب ان القلب يكون غاني بالغني يعني ايه القلب يبقى غني غني باستحضر انك في حد ان الله سبحانه تعالى ينظر اليك فهو غني عن الخوف فهو ما بيخافش ولو اردت الغنى بحقيقة يعمل ايه في القلب يعمل اربع حاجات غنى القلب يعمل اربع حاجات يقل لعندك التوجع ايه ده ويقل لعندك التصدع يا سلام ويقل لعندك الكزع ويقل لعندك الفزع يعني ايه تلاقي نفسك لما ربنا سبحانه تعالى يجي على غنىك في قلبك وجعك قليل ما تتوجعش زي الناس كتير اللي بتتوجع يمر عليك الحاجة اللي بتوجع وما تتوجعش وكمان ما تتصدعش ما تقولش طول الوقت انا تهديت انا حاسس ان انا تدمرت انا حاسس ان انا تكسرت لا يبقى الكلام ده قليل مش موجود في حياتك حاجة تالتة حاجة تالتة يقل الفزع ما تبقاش مرعوب ما تترعبش عارف ربنا جعلك من اهل الحكمة ويقل فيك الايه الجزع يبقى يقل فيك الفزع ويقل فيك الجزع ما تعيش الحياة دي وبعدين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى حاجة تانية وجمع له ايه جمع له شمله وفي رواية جمع له امره يعني ايه جمع له شمله وجمع له امره يعني الله سبحانه وتعالى يخليه عايش ايه مرتاح البال طيب الخاطر اموره كلها ما فيهاش اي خلق ولا رعب ولا احساس بان الاشياء بابشتات لا كله امره مجموع عارف فالسوال الحديث هنا فيه حتة مهمة اول هو جمع له امره او جمع له شمله على مين على الجامع سبحانه وتعالى يبقى جمعه على الله جمع له شمله وجعله في مرضات الله فتبقى ايه حاصل حياته فيها سكينة وسكون وسكن يسكن عند ربنا ويعيشها هيشها هنية ويكون حاسس انه هو طول الوقت في حضرة مولاه تبدل بحضرة مولاه اللي يحصل اليس الله بكافر عبده يجي بقى الحياة التالت اليس الله بكافر عبده واتته الدنيا وهي راغمة تجي للدنيا الغاية عنده لان ربنا بيكفي لانه ماذا لان الدنيا مقورة بقهر الله لها فتأتي بامر الله ايه اللي حاصل هذا عبدي الذي في حضرتي والذي والذي استغنى بي فكيف لا تأتيه الدنيا طائعة لله سبحانه وتعالى وتأتيه وهي راغمة يقولك راغمة ده التعبير على ان يعني انفها في التراب لا تأتيه الدنيا قهرا اليه فيلاقي الرزق بيأتي من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب يبقى فكأن الدنيا بتشتق ليه وتجيله مسرعة وده النوع اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه من عمل صالحا من ذكر او انسى وهو مؤمن فلنحيانه حياة طيبة حياة طيبة اكيد دي حياة طيبة الشخص التاني اللي في المقابل بقى حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ومن أصبحت الدنيا همه إيه اللي حصل تقدر تقول ده الشخص غير الجاد الشخص اللي هو في الحقيقة متواكل الشخص اللي هو بيهزر ويسايب الدنيا ويسايب الأسباب أنا آسف يعني وبيختبر مولاه وبياله ولا هو مهتم بأي شيء ممكن يكون يفتح عليه أبواب خيرات مولانا سبحانه وتعالى وما بيرتبش أي شيء في حياته ويكون الشخص تريته في الحياة فيها شوية حاجات إيه بقى الحياة دي جعل الله فقره بين عينيه تحس دايما أنه عنده نهم نهمان لا يشبعان طالبه علم وطالبه مال تلاقيه نهم ولا يملأ عين ابن أدم إلا التراب تلاقيه إيه آه وجعل فقره بين عينيه يعني طول الوقت فقير مش بس فقير إنه هو معهوش فلوس لا حتى هو شعوره من جوه شعور الشخص اللي هو مش راضي ومش ممتلئ وده عمره ما يغتني أبدا حتى لو ملك الدنيا كلها بل عكس كل ما يملك كل ما يزداد نهم ويزداد جشع وعشان كده حضرت النبي قال وهو بيكلم بشكل واضح عشان الناس تصل إلى حد الاتزان قال لنا إيه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يزداد بهذا الحرص وبهذا التوقع إلا فقرا أعوذ بالله تبداين عكس يحصله إيه بعد كده لما هو يفضل كده فقره بين عينيه إيه اللي حاصل يروح في كل طريق بقى فرق الله عليه شامله يتشتت بقى ويبقى الآن وعنده قلق وإحساس بالإحباط وإحساس بـ وأموره إيه اللي حاصل تتفرق عليه ويبقى مشتت وتاي وحاسس بالتيه حاسس دايماً إنه وفي نفق مظلم وما فيش أي بقدرة يفضل بقى في هذه الحالة وإيه اللي حاصل ومش ممكن أبداً يخرج إلا وهو حزين كسير وما بيخلص أبداً ويبقى متساب وحاسس إنه هو ذهب إلى حيث لا عودة طيب وإيه اللي حاصل ومع كل ده إيه مع هذا التشتت كله ما يحصلوش من الدنيا وما حصلش من الدنيا إلا اللي ربنا قدره له لأنه دي الحقيقة فعلاً فربنا هو ملك الدنيا والآخرة فأي حاجة أنت عتعملها مش تحصل بيها إلا ما قسمه الله لك من الرزق واعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه وأجله وهنا بعد ما اسمعنا الحديث نقدر نقول إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ملخص لنا المعاني التلاتة كلها في حديث مختصر قال من جعل الهموم همًا واحدًا هم آخرته ماذا؟ كفاه الله وهم دنياه وعشان كده تعالوا دايماً نفكر نفسنا إن احنا في مدد الله وخلينا نذكر دايماً ربنا ونقول كده يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سعدي ويا سندي أنت وحدك مددي كل يوم في الصبح وفي المسا نقول الكلام ده وخلونا دايماً كمان نقول حاجة مهمة جداً ونعمل حاجة مهمة جداً تجعلنا دايماً عايشين بهذا الحديث إيه اللي يخلينا نعيش بهذا الحديث؟ طول الوقت إن احنا دايماً نكون في كل يوم مقسمين يومنا تلت تلات 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 مش معناه الساعات لكن تلت تلات تلات لازم نلاجع كل يوم قدي كنا بنعبد ربنا وقدي كنا بنعمر وقدي كنا بنزك نفسنا وما نخليش أي يوم من أيامنا يخلو من الحاجات التلاتة دي ولازم طول الوقت في الصبح وفي المساء نحمد ربنا على نعم وعلى أقل نذكر خمس نعم إن ربنا أنعمهم علينا كل يوم ونحمد ربنا عليها عشان ده يجدد إيماننا ويجدد كمان أنوار قلوبنا ونفضل دايماً متعلقين بالآخرة يعني متعلقين في ساحة لقاء مولانا يا رب علق قلوبنا دايماً بلقاك واجعلنا دائماً في معياتك واجعلنا دائماً في مددك يا كريم يا ولود يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نعرض على حضراتكم أسئلتكم التي وصلتنا على صفحتنا صفحة بلنامج ولا تعسروا عشان نجاوب عليها ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة